ايه يا جدعين عاملين ايه? شايفين السرعة? ده الجزء التاني من فيديو الاسئلة. فيديو الاسئلة اللي فات جاوبنا على اول بوست كنت منزله على الكميونيتي او على المنتدى بخصوص لو اي حد عنده اي استفسار. وجاوبنا خلاص على البوست ده. فده دلوقتي دور البوست التاني اللي كنا منزلينه للاسئلة بتاعتكم. هفتح البوست كده معاكم ونبص على الاسئلة واحدة واحدة ونجوابها سوا. وبما ان ده فيديو اسئلة فاحنا ايه مع بعضينا كده فنسانيش بقى ايه في اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة لو انت شخص برا القناة واشتركتش حد دلوقتي فاشترك عشان خلاص قربنا نوصل للمية الف ان شاء الله كده نوصل لها بسرعة. وكمان عشان يوصل لك كل جديد او باول. وخلوني بقى مرغيش كتير انا عارف ان انا رغيت اساسا ونجيب الموبايل بتاعنا ونفتح البوست التاني اللي كنا منزلينه بتاع الاسئلة ونشوف الاسئلة مع بعض. يلا بينا. طيب تاني بوست كان عليه سبعة عربين كومنت فهناخد كده ايه اللي نقدر عليه والاسئلة اللذيذة كده ايه اللي ايه تفرفشنا شوية. اول سؤال من بافلينو جيمينج بيقول تجميعة البي سي بكام? وهل ناوي تقدر تفتح خانات جيمينج ولا لأ? طيب تجميعة البي سي لو بتتكلم عن تجميع بتاعتي فهي مكلفاني حوالية نشر ستمية تلتاشر الف في الرنج ده. طبعا كنت تجيبها تقصيد اساسا. وهل ناوي تفتح خانات جيمينج? والله يبص ممكن الحاجات دي كلها اعملها ولكن في المستقبل اللي هو بعد سنة. لان خلال السنة دي زي ما كلكوا عارفين انا حاليا في الجيش. فكوني قدر اطور حاجة او ان انا نفتح قناة تانية كمان نبص انا بصور اللي دي بالعافية ملاها عليها بالعافية. فصعب او ان انا نفتح قناة في الوقت الحالي. ولكن يمكن بعد ما خلص جيش بقى وروق شوية. نفتح قناة جيمينج لقناة مش عارف ايه. مع بعضينا بقى بعد الجيش. تاني سؤال من ياسين شتا. هل في فرق بين الريدمي نوت تن اس الستة رام والتمانية رام? هل هيفرق في الاداء? وشكرا. بص دلوقتي لو جيبت الستة رام او التمانية رام مش تفرق معك في حاجة. ولكن ممكن مع الوقت بعد سنة ولا حاجة او سنة ونص البرامج اللي بتيت تتقل فعلي بتيت دلوقتي. وسعره كان دلوقتي بعد الزيادة. من حيس انك تقدر تجيبه دلوقتي فهو اه ممكن تجيبه. موبايل لسه كويس. والصراحة موبايل رائع. ولكن سعره كان بعد الزيادة دي المشكلة سعره وصل لخمسة ربعمية او خمسة تلتمية في الرنج ده. فلو انت مستعجل خلاص لان تشتري موبايل ممكن تشتريه. ولكن انا عن نفسي بفضل الريدمي نوت تن برو افضل منه وارخص منه. ولكن لو ينفع تستنى استنى الريدمي نوت اليفن برو اللي هينزل ان شاء الله كمان شهرين كده ولا حاجة. الرابع سؤال من احمد سروت بيقول السؤال اللي انا سألته المرة فقط عايز تزاود عليه حاجة. المية واي تلاتاشر والاندرويد تولف هينزلوا امتى للريدمي نوت تين برو? بص موضوع ان هما ينزلوا امتى ده استنى عليه شوية حلوين لان المية واي اتناشر ونص لسه بينزل لحبة اجهزة لحد دلوقتي. فكونوا ينزل امتى? فانت ممكن تستنى لك حوالي 6-7-8 شهور كده ولا حاجة. للأسف شاومي بتتأخر جدا في التحديثات. ولكن لا اعلى ممكن ميقعي 13 يسرعوا الدنيا فيه شوية. قد ينا مستنين. ولكن المعتاد من شاومي بتاخد وقت طويل قوي على متابعة التحديثات. خامس سؤال من الجكر ايهاب بيقول ايش هدفك بقناتك? وكم حلمك توصل? هذا سؤالي بس. طيب ايش هدفك بقناتي? نفسي القناة كده ايه تكبر وتكون مؤسرة فعلا. ويكون في جمهور كبير بيستنى كده رأيي ومراجعاتي للموبايلات. وكم حلمك توصل? لا دي مفتوحة بقى دي ممكن مليون اتنين الله اعلم بقى بص انا افضل مش كده ايه زي ما تجيبني. السؤال اللي بعد كده من محمد احمد بيقول ايه مش بتعمل عن الايفون? بص لو تلاحز اغلب الوقت الفترة اللي فاتت كنت بحاولي اشتري الموبايلات اللي ايه الفئة المتوسطة او متوسطة العليا او الفئة الاقتصادية. لان ده اللي كان متاح في ايه دي لان انا زي ما انت شايف القناة تعتبر مش قديمة اوي. فحتة الماديات دي مش سهلة زي ما انت متخيل ان اروح اجيب ايفون لان انا الموبايلات دي بعد ما بجربها وبستخدمها بروح ابيعها. فالايفون لو جبته عشان ابيعه هاخسر فيه كتير جدا جدا. والتكلفة دي لحد الوقت ما اقدرش اوي ان انا هتحملها. ولكن الله ممكن بعد الجيش بقى وما خلصه نبتدي بقى ان راجع ايفونات كمان. مين عارف. السؤال اللي بعد كده من محمد عصان بيقول احسن موبايل في الفئة المتوسطة. بص من الاخر السؤال ده ليه مليون اجابة. لان احسن موبايل في الفئة المتوسطة هيكتوقف على حسب استخدامك. استخدامك مسلا العابه بس. فهر اقول لك روح على طول على بوكو اكش تري برو بتا يكون افضل موبايل في الفئة المتوسطة نوتين برو وارخص كمان. وهكذا. ففي موبايلات كتير كويسة الفئة المتوسطة ولكن بيتوقف على حسب استخدامك. السؤال اللي بعد كده من احمد ابراهيم بيقول احسن موبايل تحت سبعة تلاف جنيه للجيمينج. بص البوكو اف تري ده احسن موبايل ممكن تشتريه للجيمينج. اما لو عايز تنزل شوية بالسعر والميزانية هستعت معاك شوية ممكن تروح لبوكو اكش تري برو خيار منافس قوي قوي في الفئة المتوسطة خصوصا في مجال الالعاب. السؤال اللي بعد كده من محمد محمد. اتمنى ترد علي انا دلوقتي قدامي بوكو اف تري وشاومي وشايف الفرقات بينهم مش كتير وعاوس تلفون متكامل اكتر وقعد معايا حب حلوين. هقول لك روح للاليفن تي. السؤال اللي بعد كده من بيبو جيسوس. الموبايلات اللي هتنزل جديدة في فئة تلات تلاف لاربع تلاف جنيه. غالبا هيكون نوت السلسلة بتاعتها كلها لنوت ممكن يبتدي في رنج الاربعة او تلات تمنمية في الرنج ده. ممكن كمان نشوف هنشوف الفترة الجاية ايه موبايلات حلوة نزلة في الفئة دي ان شاء الله. هي ما طلعت بيقول ممكن تجيب تليفون كويس مستعمل ولا جديد في حدود تلات تلاف ونصف زي سامسونج ايه موعد وخمسين. ليه موعد وخمسين شايف كتير عليه تلاتة ونصف اه ممكن تزود متين جنيه وتجيب الريدمي نوت تين اس هيكون افضل لي. او لو عايز مستعمل فهتلاقي موبايلات كتير مستعملة. افضل كان من الخيار ده مثلا انك ممكن تجيب الريدمي نوت تين برو ولكن مستعمل كده يعني زي ما انت تفضل. محمد ايمايت بيقول لي افضل موبايل من كل شركة من الفئة المتوسطة. لو بتتكلم عن المبات الموجودة حاليا في السوق فمثلا عندك من شاومي انا بفضل الريدمي نوت تين برو شايفه اكتر موبايل ايه يعني متكامل شوية. من ريلمي بفضل الريلمي سيفن برو اللي هو اهال قديم شوية. من سامسونج بحب اقول اتنين وخمسين. من اوبو بفضل رينو فايف. رينو فايف بعدين رينو سيكس. من فيفو عندالي في تونتي وان في واحد وعشرين. من بوكو البوكو اكتري برو. السؤال اللي بعد كده من مانج مانج ايه سعر المي ليفن لايت بعد الغلاء. بص المي ليفن لايت اصلا تعريب ما ببقاش موجود في المحلات خالص. السؤال اللي بعد كده من نبيل اف اف عايز افهم ايه حوار بطارية الايفون يعني بلاقي اللي بيقول بطارية امانية وتسعين وسبعة وتمانين وانا مش فاهم حاجة. ببساطة اه شركة ابل او موبايلات الايفون عامة بيكون فيها خيانة جوة في بيعرفك زي ايه? العمر اللي افترضي البطارية بتاعتك قل منه قدية. يعني مسلا انت لو انت شائر الموبايل جديد جديد خالص. البطارية بتكون بيقول لك كفاءتها مية في المية. بعد كده بعد استخدام فترة صغيرين او مسلا حبة كتير ايا كان البطارية بتلتقل بشكل تدريجي. يعني مسلا بدل من البطارية مسلا اربعة تلاف ميلي امبير. لما بتحط الموبايل عالشاحن كتير وبعدين خلاص بقى عدى وقت طويل على استخدام موبايل مسلا سنة ولا حاجة او مسلا ست شهور. كفاءة البطارية بتقل. ازاي بقى كفايتها بتقل? البطارية مسلا دي اربعة تلاف ميلي امبير. هحطها عالشاحن كزا مرة دلوقتي اما كفيتها تقل. ممكن بعد كده لما ييجي يشحن ما يشحنش الاربعة تلاف كاملين. يشحن تلات تلاف بس. بس هيبين لي ان هو مية في المية. ولكن كفايتها قلت فما بتشحنش الاربعة تلاف كلهم. بتشحن تلات تلاف. فعشان كده هيقول لك البطارية قلت بقى التسعين في المية. تمانين في المية. فكزا. فكل ما النسبة دي تعلى كل ما يكون افضل في الموبايل. يعني لو انت مسلا بتسأل عشان راح تشتري مستعمل فكل ما النسبة دي تزيد كل ما بطارية الموبايل ده تكون افضل. السؤال اللي بعد كده من احمد طاطا. ايه يا طاطا? ليه شركة زي ايوان بلاس ما بتنزلش بشكل رسمي في مصر? وليه شركة زي رينمية بتنزلش الفلاكشيب بتاعها في مصر? زي سلسلة الجي تي اللي ما نزلوش منها مصر غير اقل اصدار اللي هو ونفس النظام ما بتنزلش فلاكشيب او فلاكشيب كيلر حتى. واخيرهم فيها متوسطة عالية. مع ان جوز كبير من الاجهزة دي بينزل في العراق على الرغم من ان المفروض السوق المصري اقوى. بصوا من وجهة نظري مش موضوع سوق اقوى واضعف. يعني انا عايز اقول لك كنت تعرف الناس في العراق بيقول ان اغلب الموبايلات اللي بتكون عندهم بتكون متهربة. مش بتكون دخلة بشكل رسمي. لان الموبايلات عندهم لما بتخش بشكل رسمي سعرها ممكن بيزيد. بيزيد جامد كمان. او عندهم حوار الجمارك والرقابة على الكلام ده كله اضعف مننا بكتير ففي موبايلات كتير بتتهرب. ولكن حوار السوق المصري اقوى فانا عايز اقول لك ان مسلا عندنا الجمارك والضرائب بتكون اعلى شوية من بلاد كتير. فعشان كده لما الموبايل بيخش بنلاقي سعره كبير. فبالنسبة للشركة هتقول لك لا انا ليه انزل موبايل سعره هيعدل عشر تلاف جنيه واتنشر الف جنيه. في حين انا ممكن انزل نسخة الاقل والناس كده كده هتشتري. دي بس وجهة نظرهم. لان لو انزلت هنا برضو بشكل رسمي هيكون سعرها عالي مش زي ما انت متخيل خالص. السؤال اللي بعد كده من مصطفى حسن افضل تليفون حالي فئة تلتة الاف ونسل هو ريدمي. صح ده افضل نوبايل انا برشحه في الفئة دي. السؤال اللي بعد كده من مانيكا بيقول انت اخو اياد الموجي والله انا ما عافش من اياد الموجي ده بس ممكن ايه نعمل سرش دلوقتي اياد الموجي ده ايه ده بيغني راب ده وللمهم انا والله ما عرفه انا امرا شوفه اساسا معك بس اقفل الفيديو ده هوعدك وهبص بص عليه كده. بس انا مش اخولا. عبدالله العنيني بيسأل موعد زول شاومي نوت 11 برو في السعودية. بص ويما ينزل في السعودية ينزل في مصر والدول دي كلها فاول اول هينزل عالميا يوم ستة وعشرين ستة وعشرين يناير. لو ممكن لما الفيديو ده ينزل يكون نازل اسم برا. وعلم ييجي بقى الشرق الاوسط ممكن يخد له شهرين كمان. السؤال اللي بعد كده من واحد كتب اسمه تقريبا كان قاعد يهبضع الكيبورد لحد ما طلع الاسم ده. اجيب سامسونج اتنين وعشرين ولا ريدمي تين هاتل اتنين وعشرين كويس. والريدمي تين برضو كويس ولكن اللي اتفضله ولكن على النفس يختار اتنين وعشرين كاميراته افضل. واخر سؤال نشأة رسلانة. انا عايز اشتري بوكو اف تري جي تي. حل ما موجود في مصر? لا للاسف مش موجود في مصر. وبس كده كانت نايت فيديو الاسئلة. طبعا انا مكنش تقولت عليكم. ولو في كومنت او حاجة انا مش هفتوش. ياريت بس عذرني كده ان شاء الله هحاول حتى يسألني السؤال تاني وهرد عليه ان شاء الله. وانساش بقى اللايك بتاعك كده لو انت كمنت الفيديو للنهاية. وتشارك في القناة انت مش مشاركش يوصل لكل جديد اول بقول انا عمر من قناة او بيتك وشوفكم فيديو جديد او فيديو اسئلة بقى جديد. سلام.